اشتركوا في القناة في القناة الجديدة من برنامجكم سوالف سالفتنا الليلة أعزان المشاهدين تدل على الحكمة والتصرف من بعض الرجال تحدث بعض المواقف وكل واحد يحط نفسه محل الرجال هذا وكيف أنه بيتصرف يعني هل تصرفه مثل تصرف الرجال هذا ولا يختلف السالفة حدثت في الزمان القديم أيام ما كانوا البدو يشدون ويحلون هل البل وينزلون على المياه في القيض وفي الصفري يشدون من المياه كانوا البدو من الأول ينزلون على العدود هل البل ينزلون على العدة وعلى الأبيار الطويلة وكانوا يسقون من الأول ما بعد دناكر تخبرون وكانت المياه طويلة كانوا بدلي يردون بعضهم يعني أكثرهم بالسواني يسقون البل الثانية مطية يربط فيها حبل دلو وتساق إلى أن يصل الدلو وقم ما يمتلي من البل وكانت العبار طويلة وكانوا في شقة وفي تعب بعضهم تصل بله إلى سبعين وثمانين من البل وما ترد البل وهي مثلاً حطشانة ضمانة يعني تبغي رجال يسكونها فكانوا يتعبون شوفوا التعب اللي كان يلحقهم من الأول هالحين الحمد لله صارت الأمور سقو بسيط يعني دناكر والحين فيها ماطورات تسحب من المياه ما عاد فيه دلي ولا عاد فيه هذه السالفة أحدثت في ذاك الزمان وكانوا في ذاك الزمان إلا شدوا من الماء عقب المقيض عقب ما يبدي سهيل ويشدون ويجي وقت المرابيع فكانوا الناس مهمسوا أما أنه بعض المرات تكون المرابيع منهم مسافات طويلة ويشدون يعني من الصبح إلى الليل إلى المغرب بعضهم يشد ثمان شدات ثمانت أيام وهم يشدون أو تسع بعض المرات يصل إلى عشر تأيام لما يكون الربيع بعيد وبعض المرات يكون بعض الرجال هله مثلا شيبان كبار ولا معهم غنم تخبروا الغنم ما تمشي مع البل فكانوا يجولون يسمونه مجول يجول يروح رجال واحد رح يلبل بندقه وعلى دلوله ويشد أغراضه كلها على دلوله أو على مطيته اللي معه مثلا شرابه وزاده ومن الأول تخبرون الزاد اللي كان مع العرب من الأول طحين وما طحين باعتمادهم على الله ثم على الطحين وعلى الصيد الصيد متوفر الصيد من الأول مثل ما ذكرنا في سوال الماضية متوفر الضبا والحباري اللي معه طير والرانب وكل شيء متوفر فيروح الرجال ياخذ بندقه سلاحه لازم يكون معه سلاحه بندقه ويشد على دلوله شرابه قربته معه معه ويروح يجول عند بله وهله يقعدون في مكانهم تخبرون إلى معهم غنم الغنم تختلف عن البل البل ما كل شيء يسدها لكن الغنم أي نبات يسدها بسيطة يعني ويروح يجول مع بله يروح يبعد عن هله يروح مسافة يمكن 200 كيلو 300 كيلو يبعد عنهم في أرض قفر ما في أحد وتخبرون من الأول في السنين الماضية مثل وقتنا في الوقت الحاضر الحين العرب هالإبل كثروا وتضايقوا في الأراضي ساروا والناس كلهم مع هبل من الأول لا يعني تلقالك أكثر الناس اللي عند هبل عند هدويد خمس أربع ست والأرض واسعة ولكن الحين كثروا وكل واحد عنده هبل بعضها يصل إلى الألاف لا كم من الأول لا شوي الرجال هذا اللي عليه السالفة كان عنده بل حوالي خمس وعشرين ناقة فجول من هله على العادة يعني لاحت البروق وجات علوم المرابيع فشد وراح نزل في ذيك الأرض القفر قفر يعني ما فيها حد ما فيها للصيد وامسالم وطيور ما فيها حد ويجي أرضه اللي هو فيها اللي هو نزل فيها فيها يحدها جبال ومرتفعات ووديان ولكنها أرض طيبة ومساسل للبل فنزل فيها ودائما الرجال المجول يأخذ معه بيت صغير يسمى حجية أو خمبوش يسمى خمبوش أو حجية يعني على عموده واحد ويكون بعضها بعض البيوت اللي أنا شفتها الصغار يسوونها النشوان بالسدو من الوبر من وبر البل ما هم من صوف الغنم مثل البيوت الكبار وبعضها لا من خيش ومثلها يعني أدنى ما سده لا معه بزران ولا معه نسوان اقبار ولا معه شيبان ولا معه مغير له ودنى ما سده المهم من نبله البدوي دائما إذا صارت بله مستانسة فهو مستانس على أدنى الدول المهم منها مستانسة هالبل هذه طريقة البدوي يحبون البل يعني يحبون فوق اللزوم ويتعب على أساس أنها ترتاح هالبل معروف هذا عند هالبل فيأخذ معه بيت على قطبة بيت صغير حجية سمونها الحجية ما يسمى بيت أما من خياش كلها مخيط في الثاني ولا من وبر البل تخبرون كانوا يسوونها أو من صوف الغنم يسوى لكن الأكثر كان من وبر ومن خياش كلها يخيط في الثانية كياس إذا كان فيه موجود لكن من وبر البل أكثر وكان على قطبة واحدة على عموده واحد صغير بس يسده له والناس اللي بيجوون بيجيه رجال رجالين بيكفهم بيكفيهم المكان لأنها يعني ما بحريم ياخذون بعض المسافة لا كل المسافة كلها له فيكفيه هذا عموده موحد فراح الرجال وجاء في ذاك المكان الطيب مثل ما ذكرنا وبنى مبنى هاللي معه وجلس وتم تلب التسرح إيمين إيسار شرق غرب المكان كله طيب لها ولا تبعد ولجاء في الليل جاء توامسة عند الخنبوش هذا أو الحجية اللي بانيها الرجال والأرض خلي ما فيها أحد وتم تيشرف على الطوال اللي عنده من الصبح والعصر وابله في ذا المكان اللي حوله مسافة ما فيها أحد حتى هو في مطراشه لقى له ناس لكنهم بعيد ولا حول أحد أبداً ما حول أحد يجرف في راس المشراف أطول المشراف عنده ويمد انضرح عقب صلاة العصر ولا شيء وحد ما حوله بشر تم الرجال على الطريقة ويشرف كل يوم تم يمكن شهر والأرض طيبة اللي حواله إنها بعدت ابلا وانقربت ولجأ في الليل راح صعوبها وردها ومرتاح في الليل يحل بلبل عنده حليب والصيد موجود متوفر عنده وابداً ما عنده إلا بس يسوي عجينة ويسوي له قرص ومستعنس ويحلب من اللي بندلبل ومستعنس والوقت زين يوم من الأيام وهو ممسي في الليل وانتوا بكرامة مع السلق علشان يصيد بها الأرانب وما شابه ذلك معه السلق وكانت السلق اللي أمسها في الليل تيجي وتمسي وزعنا ويعطيها من حليب البل ومن لحم الصيد ومستعنسها صيد لها من دلالأرانب ومستعنس وتيجي في الليل تنام عنده لنام نامت ربضة قريبت منه يوم جاء ليلة من الليالي دائما إلى جاء غريب أو شي ذيب شي وشافت شاف الكلب وانتوا بكرامة شي السلق ولا غيرها من الكلام ينبح وينبه رعية الرجال راقد قده في حالات نومه والله ما وعى إلا يوم السلق وانتوا بكرامة انبحت نبحتين غدت سوت لها نبرتين نبحتين الرجال بندقه عنده ومزهبة جاهز تخبر تخبرون يعني يضوي عليه ذيب وعنده حيلان صغار وإذا والبل إلى جاه شيء غريب بعد تحرك وتسوي أصوات تنبه رعيها والرجال راقد في فراشة والله ما حس إلا بالكلب يوم انبحت نبحتين ويقوم الرجال ويقوم مما كانه وزانه ضوه عنده وجاهزه عنده حطب النقاق وعنده حطب إنجلال ويقوم وجاهز فيه مثل المور هذي لأنه ما يستامن والليل مغب الجبال ولا يدري ويقوم السلق وينبح وانتوا بكرامة النبحتين ويقوم وياخذ من دقاق الحطب باقي يضو عنده ما بعد عادها مجهم ويقوم يحط عليها وحط عليها من الحطب وتشب النار الضب يوم شبت وسفرت ولا رجال جاين في طرف الحجية المكان ده شيبة كبير شيبة يمكن عمره يمكن في الثمانين وشعره وحالته ولحيته قوم الرجال ويلتفت على الرجال ويقرب منه قام الرجال بالبندق ويقبل على الرجال ويوم جاء حتى ثوب اللي عليه ثوب النشود ومرقع أكثر ما فيه رقع الثوب يوم يقبل على الرجال وزراره حتى ما لها زره ويجيه يقرب منه يا ولد وش انت انس ولا جن ما هو ما هو خابر حوالي حد من البشر ولا الرجال يومي كده يده ما يتكلم طايح ولا الرجال تعبان وهذا عنده باقي حليب هو حالب الله هناك وشرب منه والباقي قطع قبل لا ينام ويشل اللبن ويعطيه وهو ما أخذ الحذرة منه ما بداني وش ده ويقوم ويعطيه ويقوم وكنه مبشر الشيء ويأخذ اللبن منه ويقعد يشرب يشرب ولا خلى فيه قطرة ويقوم ويقعد يلتفت بعضه وانتم بكرامة طاح على ثوبه هذا شيء بتن كبير عمره يمكن واصل إلى حدود مثل ما ذكرنا الثمانين وتعبان وحالته حاله والرجال شك ما بداني المصيبة اللي جاته والرجال والله تشوفون لكنه متماسك شبضه مرة ثانية وهو ما أخذ نحذر من الرجال ما هبداني وش السالفة ويقوم وشافه كان يعني الرجال يتلفت كان هجويع الرجال بعض الرجال يجي الحذق ويعرف ويقوم يأخذ من الطحين اللي معه ويحطه ويعجنه ويسوي ذاك القرص ويجي كالشيبة وهو ما أخذ نحذره منه وتلفت فيه والبندقى عنده يعني ما هبداني وش القرص ويوم خلص القرص وبرده ويقوم ويمد يده كده يقول له حاطرين ما بعد برد عاده يبغي برده تخبرون القرص لازم ينظف ويعدل ويبرد قبل لا يأكله رحية ويقوم ويقعد يطلبه كده ويقوم ويكسر له عاده يبوخ حار ويعطه إياه ويقعد يقطع ويأكل ويقطع ويأكل الرجال ميت من الجوع ما هم داري ويش البشر هو جني هو إنسان هو يقول ما حول أحدهم البشر ويش جاب ذا الشيبة اللي عمره ثمانين سنة بهالحالة هذه الرجال والله تشوفون منتماسك لكنه هو رجال قام ويكمل له القرص ويوم مرده ويعطيه إياه ويعطيه إياه ويأكل أكله ويقوم الرجال ما هم متحرك من مكانه ما قدر ما هم عارف الرجال وشمره المراد عطاه ذاك الماء وشرب الماء والله تشوفه أنه يعني كان شبع ويقوم ويسدح يوم انسدح ويقوم يعطيه ذاك الفراش عليهم مبريد شوي يعطيه ذاك الفراش ويعطيه ذاك اللحاف ونومه ورفيقنا ما نام ما عاد رقت تمت يشب الضو وسو اللي عنده قهوة سوالها قهوة وقعدوا وتلفت هذا الرجال ما يعطيه جنب وهناي ما عاد نام إلىين جاء الفجر شع الفجر ويقوم ويذن يوم الذن ويجي حبي على يديه ورجيله الرجال يحبي على يديه ورجيله كذا من التعب ويجي يوم قوة من صلاة الرجال ويجي في جنبه ويقعد حتى ما توضع صلى الرجال وسلم ما قال له شيء ويقعدوا عنده ويوم شب الضو الرجال قهوة الصبح ويوم اسفره ويقوم على البل خلاص ده الحين طلعت الشمس وجه السفر ما عاد عليه منه ويقوم بندقه معه ما خلا بندقه حط البندق وحلب ذيك الناقة ويجيب له ذاك اللبن وكانه مبشر سواله غوري بحليب وعطاه والله أنك تشوفه مستعنس يكلمه الصباح قال له يا ولد أنت ويشنت أنت اسمعني أنت ويشنت ولا مرة جبل ما يتكلم خلاه الرجال وسرح إبله سرحت وبدت الشمس وراحت المفلية سرح الرجال مشرف نوزان إبله بندقه والشابة مقليه في المكان في القمبوش والله ما شاف إلا هل ذيك ذلولين مقبلين عليه وقوم الرجال وينزل من الرجم اللي هو مشرف عليه ولا الرياجين يشيرون ولا ما معهم سلاح ما معهم بنادك وتخافون من الأول تخبرون يعني يخافون الحرب من الأول من الغزو والله ولا الرياجين جايين ويشيرون عليه ولا ما معهم سلاح كل واحد منهم على ذلول يقبلون عليهم يقبلوا أقبلوا عليه سلام عليك يا أفلان سلام عليك يا ولد قال عليكم السلام حياكم الله هو واقف وابندقه معهم وهم عليه جنون قالوا يا ولد جزاك الله خير مما تنت في ذا المكان قال والله لي شهر أنتوا منين جايين دورون ولا قالوا والله ندور لنا شايب ما هو بصاحي أم ملص منا البارح انتوحن نازلين ورد الجبال ذي الحجوم ذي انتوحن جايين جايين للربيع والتهينا وغفلنا من الشايب والشايب ملص منا في الليل والشايب ما هو بصاحي فيه جن وأطرم أبكم ما يتكلم قال أثر ذا شايبكم اللي بيتني البارح يعني بغا يدخل في عقلي الله يجزاكم خير قالوا وي والله وين هو قال يضوع علي في الليل وبيتني وهذا الحين طيبه وبخير والحمد لله اللي عاد عقلي معي لو ان غيري كان عقله مهم معه قالوا جزاك الله خير لا والله شايبنا ولا هو بصاحي وكنا ربطه دائم لكن ما انتبهنا له وغفلنا فيه يوم نزلنا المكان والرجال ملص وجانا الليل وعاد راينا وين راح قال أبدأنا بشروبه وراح وصوب شايبهم ولقوه وتطمن الرجال الامور سهلات ما كان داري وش السالفة ولا وش للشيبة لا يتكلم ولا هو بداري وش علومة وصارت الامور سهلات وقالوا أبدأ حنا هل ثلاث بيوت ورد المرتفعات جيران لك ولا حمضيقين عليك ومرحبا بك ولا عشا عندنا الليلة وجزاك الله خير هذه سالفتنا عزان المشاهدين اللي تمر على بعض الرجال مثل الامور هذه المفاجأة يشوف الرجال كيف يتصرف في مثل الامور هذه هذه سالفتنا عزان المشاهدين اللي حبيت ان يسمعكم إياها أرجو اني قدمتها لكم بالشكل المطلوب وإلى سالفة أخرى في أمان الله اشتركوا في القناة